موسيقى فتح باب التسجيل بالمرحلة الاولى لرغبات طلاب الثانوية العامة اعتبارا من اليوم وحتى التاسع من الشهر الجاري موسيقى مجموعة اكواس تضع تصورا عسكريا لتدخل في النيجر بعد فشل مساعي الافراج عن الرئيس المخلوع محمد بازون موسيقى اوكرانيا تعلن نجاح قواتها في شن هجوم على سفينة حربية روسية بالبحر الاسود موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الاخبار من قناة النيل يبدأ اعتبارا من اليوم حتى الاربعاء الموافقة التاسع من الشهر الجاري فتح باب التسجيل بالمرحلة الاولى لرغبات طلاب الثانوية العامة بشعابها الثلاثة العلمي والرياضيات والادبي واوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه سيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة ثلاثة عصرا يوميا مشيرة الى انه يمكن للطلاب التقدم عن طريق الحاسب الالي او التليفون المحمول وسيكون الموقع متاحا على مدار الاربع والعشرين ساعة طوال ايام المرحلة الاولى اصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بيانا مشتركا طالبوا فيه القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بضرورة وقف المعارك العنيفة التي كانت قد اندلعت في العاصمة القرطوم في الخامس عشر من شهر ابريل الماضي وطلب وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بضرورة تسليم السلطة في السودان لحكومة انتقالية مدنية تحقق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة تتعالى صيحات التحذير من الخطر الذي يتهدد المدنيين في اقليم درفور غربي السودان جراء الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع البعثة الاممية في السودان عبرت عن قلقها البالغ ازاء تأثيرات الخطيرة للقتال على المدنيين في ولاية درفور مستنكرة للتقارير التي تتحدث عن منع المدنيين من المغادرة نحو المناطق الامنة الامر الذي ادى الى وقوع ضحايا واتهمت البعثة قوات الدعم السريع والميليشيا المتحالفة معها بالاستهداف العشوائي لسكان المدنيين والمراثق العامة غربية ولاية درفور في تلك الاثناء اكد قائد قوات الدعم السريع في ولاية وسط درفور غربي السودان سيطرة قواته التامة على الولاية لافتا الى ان قوات الجيش احتمت بمعسكرات النازحين في مدينة زالينجي عاصمة الولاية لكن الجيش السوداني نفى صحة تلك الانباء وقال ان قوات الدعم السريع غير مسيطرة اطلاقا على ولاية وسط درفور لكنها تتواجد في بعض المقرات الحكومية بالولاية واعلن الجيش انضمام قوة من حرس الحدود تابعة لقوات الدعم السريع الى صفوف الجيش في ولاية درفور موضحا ان 238 عسكريا بكامل عتادهم انضموا الى الفرقة السادسة مشات في مدينة نيالا غربي السودان لافتا الى ان هذه الخطوة جاءت استجابة لقرار الفريق اول رقن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش ودرت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة جبل اولياء العسكرية جنوب الخرطوم الجيش السوداني اعلن انه كبد قوات الدعم السريع خسائر كبيرة في جبل اولياء واتهمها بتكثيف حجماتها بمدافع الهون والحاق اضرار بالمواطنين وقصف طيران الحربي اهدافا للدعم السريع بمنطقة بحري شمال الخرطوم وفي منطقة بحري تصعدت اعمدة الدخان بعد ان قصف طيران الجيش اهدافا للدعم السريع كما هاجمت قوات الجيش ارتكازات للدعم السريع في تقاطع القنطرة شمال شرقي الخرطوم والحق بها خسائر في المعدات والارواح بحسب تقارير سودانية قال عبد الفتاح موسى مفاوض الشؤون السياسية والامن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا المعروفة باسم اكواس في ختام اجتماع لرؤساء اركاني جوش دولها الاعضاء انه تم تحديد قطوط عريضة لتدخل عسكري محتمل في النيجر هناك تصميم من قارة دول مجموعة الاكواس على وضع حد لهذه الاحداث في النيجر والعمل على عدم تكرار هذا السيناريو في اي من الدول الاعضاء في المجموعة ولقد تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل بما في ذلك الموارد اللازمة وكذلك كيف ومتى سننشر القوة ولكننا سنمتنع عن اطلاع المتمردين على اية خطوات تتم من جانب المجموعة في سياق متصل دعا الجنرال كريستوفور موسا رئيس اركاني الجيش النيجري الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لتكتل ايكواس كل دولة عضو في التكتل لتحمل مسؤوليتها باستعادة الحكم الديموقراطي في النيجر يجب ان نتأكد من ان القرارات التي تم اتخاذها في مجموعة الاكواس سوف يتم تنفيذها على ارض الواقع وبخطوات فعلية وملموسة ادعو كل دولة عضو في الاكواس الى تحمل مسؤولية تنفيذ التدابير المتفق عليها والعمل على وضع حد لهذه الازمة واستعادة الحكم الديموقراطي بعد رفض قادة المجلس الوطني لحماية الوطن بالنيجر الاكتماع مع وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس اعلنت المجموعة في ختام اكتماع لرؤساء اركاني جيوش دولها الاعضاء في ابوجة انه تم تحديد الخطوط العريضة لتدخل عسكري محتمل ضد هذا المجلس الذي يقوده الجنرال عبد الرحمن تياني بعدما اطاح بالنظام محمد بازوم امتنع قادة هذا المجلس عن الاجتماع مع وفد مجموعة الاكواس الى نيامي من اجل بحث مقترحات المجموعة للخروج من الازمة الراهنة في النيجر وكانت مجموعة الاكواس قد امهلت المجلس الوطني لحماية الوطن بالنيجر مهلة مدتها سبعة ايام تنتهي اليوم السبتة لاعادة الرئيس محمد بازوم الى السلطة بعد الاطاحة به في السادس والعشرين من يوليو الماضي وفرضت المجموعة الاقتصادية للدول غرب افريقيا اكواس بالفعل عقوبات على النيجر وقالت انها قد تصدر تفويضا باستخدام القوة كحل اخير اذا لم يقم هؤلاء العسكريون باعادة السلطة للرئيس محمد بازوم وكان ما يعرف بالمجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر قد حذر من انه سوف يرد على الفور على اي تدخل عسكري من قبل مجموعة الاكواس او اي دولة اخرى وانه سوف يعتبر هذا التدخل العسكري عضوانا ضد النيجر ومع تواصل الازمة تواصل العديد من دول العالم تنفيذ عمليات اجلاء جوية لرعاياها من النيجر فيما تكثف الدول الغربية دعواتها الى ضرورة التهديئة والبحث عن حل سلمي للازمة اعلن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين اليوم ان الولايات المتحدة ستوقف مؤقتا بعض المساعدات الخارجية المخصصة للنيجر مشيرا الى ان ذلك لن يشمل المساعدات الانسانية والغذائية الضرورية واقل بلينكين في بيان اصدرته الخارجية الامريكية ان واشنطن ستواصل انشطتها في النيجر قدر الامكان بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والامنية لحماية المواطنين الامريكيين مضيفا ان تقديم المساعدة الامريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديموقراطي واحترام النظام الدستوري بما اتفق مع الخطوات التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواس والاتحاد الافريقي اكدت روسيا تعرض ناقلة مدنية روسية لهجوم بزوارق مسيرة نفذته القوات الاوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش في اول هجوم من نوعه على ميناء النفطي دون تسجيل اي اصابات بين صفوف طاقم الناقلة بحين تعمل خدمة الانقاذ البحرية في موقع الهجوم للعمل على سحب الناقلة تكتيك هجومي جديد فجأت به اوكرانيا روسيا بشنها هجوما بزوارق المصير على سفينة حربية روسية في قاعدة بحرية بالبحر الاسود الهجوم وقع في ميناء نوفوروسيسك وهي المرة الاولى التي تستعرض فيها البحرية الاوكرانية قوتها بعيدا عن شواطئ البلاد دفع الهجوم ميناء نوفوروسيسك الذي يتعامل مع اثنين بالمئة من امدادات النفط العالمية ويصدر ايضا الحبوبة دفعه الى وقف حركة جميع الصفن بصفة مؤقتة وزارة الدفاع الروسية من جانبها اعلنت انه تم التصدي لزورقين مسيرين اوكرانيين في المياه خارج القاعدة وتدميرهما وذكرت ايضا ان زوارق مسيرة اوكرانية هاجمت سفنا حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية كما اعلنت احباط هجوم بمسيرات اوكرانية على شبه جزيرة القرمة على الجانب الاخر قال مصدر في المخابرات الاوكرانية ان سفينة انزال تابعة للبحرية الروسية والتي تحمل نحو مئة جندي روسية على متنها تعرضت لاضرار خلال هجوم بزورق مسير يحمل 450 كيلو جراما من مادة تي ان تي المتفجرة وتصاعدت حدة الاشتباكات في البحر الاسودي والموانئ المحاذية منذ ان رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الامن للحبوب من الموانئ الاوكرانية اذ ضربت الطائرات المسيرة وصواريخ الروسية عددا من منشآت الموانئ الاوكرانية وصوامع القمح في البحر الاسود وفي سياق المتصل ذكرت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل البحري والنهري في وقت مبكر اليوم ان غرفة المحركات في الناقلة اس اي جي الروسية تعرضت لاضرار قرب شبه جزيرة القرم بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيارة بحرية واضافت الوكالة ان الناقلة اس اي جي اصيبت بثقب في غرفة المحركات قرب سطح الماء على الجانب الايمن بشكل مبدئي الا انها اكدت انه لا توجد اصابات جراء الهجوم اعلنت الادارة العسكرية الاقليمية لمنطقة خيرسون اصابة اربعة اشخاص جراء قصف الروسي للمنطقة اثنين وخمسين مرة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية واقل اولوكاساندر بريكوردين رئيس الادارة العسكرية للمنطقة في بيان ان القوات الروسية قصفت خيرسون بمائتين وواحد وسبعين قذيفة موضحا ان القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة المدفعية وطائرات مسيارة وقذائف هون ودببات ومقاتلة واقل اوليك تشيخوف رئيس المركز الصحفي لمجموعة القتال الروسية فوستوك ان المدفعية الروسية دمرت مركز التحكم الاوكراني للطائرات بدون طيار في منطقة نوفو دونتسك تستضي في المملكة العربية السعودية محادثات حول الحرب في اوكرانيا اليوم وغدا وذلك وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية وكانت الرياض قد اكدت في بيان استعداد المملكة للقيام بما سعيها الحميدة للاسهام في الوصول الى حل يفضي الى سلام دائم والتخفيف من اثار الازمة وتداعيتها الانسانية يشارك في المحادثات مستشاري الامن الوطني وممثلي عدد من الدول لسيما اعضاء كتلة بريكس التي تضم الى جانب روسيا كل من البرازيل والهند والصين وجنوب افريقيا وهي بلدان تبنت مواقف اكثر حيادية بشأن الحرب فامتنعت عن الوقوف بجانب اوكرانيا دون دعم العملية العسكرية الروسية وفي العاصمة الاوكرانية كييف قال الرئيس الاوكراني فوديمير زلينسكي انه يأمل ان يسفر اجتماع يعقد اليوم السبت بمدينة جدة السعودية لمستشار الامن القومي باكثر من 40 دولة بشأن الازمة الاوكرانية الى التوصل لعقد قمة السلام بالخريف المقبل تستضيف مدينة جدة السعودية اجتماعا لمستشاري قادة الدول وموثلي وزارات الخارجية لمناقشة طرح خطة سلام للازمة الروسية الاوكرانية واعتقد ان هذه المحادثات سوف تشارك بها العديد من الدول من مختلف القرات انه اجتماع مهم للغاية حيث انه سوف يتطرق الى ازمة الامن الغذائية التي نشفت جراء الحرب وأصبح مصير ملايين من الاشخاص حول العالم مرهون بمدى سرعة تنفيذ خطة سلام عادلة اعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم ان السفن البحرية الروسية والصينية تواصل مهام الدورية المشتركة الثالثة في المحيط الهادئ واضحت الدفاع الروسية ان تواقم سفن البلدين اجرت مناورات تكتيكية مشتركة ونفذت عمليات انزال واقلاع للحوامات من على السفن واشار البيان الى ان سفن البحرية الروسية والصينية نفذت تدريبا للبحث عن غواصة معادية مفترضة بالاضافة الى تدميرها موضحا ان السفن الحربية للبلدين قطعت اكثر من 2300 ميل بحري منذ بداية الدورة انتقدت البعثة دائما لكوريا الشمالية لدى الامم المتحدة امتلاك الولايات المتحدة لاسلحة النووية ضمن تحالف اوكس والمجموعة الاستشارية النووية مع كوريا الجنوبية وحتتها على وقف المشاركة النووية او تعزز الردع الموسع ضمن ما وصفته بممارسة الحق السيادي المشروع نظرا لانها انسحبت رسميا من المعهد منذ عشرين عاما مشيرة الى ان قوتها النووية لن تشكل ابدا تهديدا لتلك الدول التي تحترم سيادتها ومصالحها الامنية اكتشف علماء فلك استراليون نجما غريبا في مجرة درب التبانة يبعث اشعاعا كهرومغناطسيا بوثيرة طويلة غير معتادة في خطوة تفتح طريقا جديدا لمراقبة السماء اكتشف علماء فلك استراليون نجما غريبا في مجرة درب التبانة يبعث اشعاعا كهرومغناطسيا بوثيرة طويلة غير معتادة واعلن علماء الفلك الاستراليون في مجلة نيتشار عن اكتشاف جسم يقع على بعد حوالي 4000 سنة ضوئية من الارض ويبعث اشارة اشعاعية قوية كل 18 دقيقة ما يمثل فترة طويلة غير اعتيادية عالم الفلك الاشعاعي في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي اسماعيل كونيار قال في بيان صادر عن المركز ان النجم المشاعر المكتشف يعد جسما غير عادي بكل المقايس ويعلم علماء الفلك جيدا بالاجرام السماوية التي تبعث موجات كهرومغناطسيا منتظمة وبفترات اقصر بكثير من تلك الصادرة عن النجم المشاعر المكتشف حديثا وتعرف النجوم التي تصدر موجات كهرومغناطسيا بالنجوم النيترونية او النجوم النابضة وهي نجوم صغيرة الحجم تدور حول نفسها بسرعة نفائقة وتبعث اشعاعا منتظما في فترة تتراوح بين بضعة اجزاء من الثانية وبضع ثواني اما الفترة التي يستغرقها النجم المغناطسي المكتشف حديثا فهو نوع اخر اكثر ندرى من النجوم النيترونية لبث اشعاع فتصل الى عشر ثوان واطلع فريق العلماء برئاسة ناتشا هيرلي ووكر من جامعة كورتين في استراليا على البيانات التي جمعها تليسكوب مورشيسيون الراديوي المنخفض التردد في الريف الاسترالي الذي يراقب هذا النوع من الاكسام باحثا عن الاشارات المنبعثة دمن فترة اطول من الفترات الاعتيادية والنجم المرصود هو عبارة عن نجم مغناطسي يبعث اشعة لفترات طويلة بالرغم من كونه من نوع النجوم النيترونية التي تضر ببطء شديد حول نفسها بالتالي يصعب انبعاث اشعاع ساطع منها واستند اسماعيل كونيار الى احدى النظريات لشرح قوة الانبعاثات المرصودة بقوله ان بعض النجوم المغناطسية تملك فترات انبعاث ساطعة جدا متوقعا وجود فرقعات في قشرة النجم المغناطسي الخارجية من شأنها ان تؤثر على حقله المغناطسي من خلال تسريع الانبعاثات المسجلة واكد عالم الفلاك ان الجسم سيكون موجودا باستمرار حتى لو اصبح غير مرصود بينما تستمر المطاردة للعطور على اجسام متشابهة انطلقت اعمال وفاعليات المهرجان الكشفي السنوي بمشاركة الف شاب من مختلف محافظات مصر نتابع هذا التقرير العمل على نشر الحركة الكشفية بين اوساط النشئ والشباب وتشجيع روح العمل الجماعي والتطوعي اهداف وانشطة جاءت خلال انطلاق فعاليات المهرجان الكشفي بمركز شباب السلام بمشاركة اكثر من الف شاب بمراكز شباب المحافظة نحتفل بالاحتفالية السنوية لكشافة اهم الانشطة عندنا عندنا مدارس ريادية في الكورة اكتر من ثلاث مدارس عندنا مدرستين للكاراتي عندنا مدرسة لكون رفوق اللي اعمل بالاشتراك وعمل عرض النهاردة والكاراتي النهاردة عمل عرض النهاردة عندنا مدرسة الموسيقى عندنا مدرسة الغناء اللي هو الكولار وعندنا مدرسة لتحفيز القرآن عندنا أكثر من أنشطة في النادي هنا هو مهرجان السلام تالت هنقول مش مجرد مهرجان كشفي ولكنه بيعكس قدرة الدولة قوة الدولة أمن وأمان الدولة مصر الجديدة بتقدم كل ما في وسعها من أجل المواطن المصري النهاردة شباب جديد طالع واعد مميز بيجد أن ملك الشباب لها دور مجتمعي يتكمل دورها مع كافة مؤسسات المجتمع لتقديم الشخصية المصرية السوية القادرة على القيادة في كافة المجالات المهرجان الكشفي تضمن عروضا فنية وثقافية ورياضية ومسابقات للمواهب الفردية بمشاركة دول همام والقدرات الخاصة من أبناء مركز شباب السلام المهرجان ده بصراحة بيأسس الولاد بجد تكوينيا بيخليهم كمان يتعرفوا ازاي يبقى فيه منافسة بينهم وبين بعض روح حلوة محبة بينقشوا كويس بيعملوا أبحاث بيشتغلوا في بيوتهم هدف الكشافة والمهرجانات دي بصراحة بتعلمهم حاجات كتير جدا وبتربيهم تكوينيا في البيت ومعانا كمان وكيما من خلال المهرجان فعاليات مختبر شراط الهويات لاختبار الكشافين على شارة هاو الكمبيوتر هاو الثقافة الجوية المزارع هاو الأشغال اليدوية وكيما في المهرجان مجموعة من الأنشطة المختلفة منها الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية والأنشطة العلمية والأنشطة الكشفية المهرجان تضمن الكرنفال الوطني لكل محافظة ومختبر شراط الهويات والذي تنظم جمعية الكشافة الجوية بالقاهرة وتبور عرض لكافة الفرق الكشفية المشاركة جهود كبيرة تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الكشفية والتي تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية وتثقفية متنوعة لخلق جيل واعي من الشباب قادر على الانتماء للوطن وتعزيز قيم التطوع والخدمة العامة وتنمية مهارات القيادة من داخل مركز شباب السلامة ثالث أحمد ممدوح أني وفي ختام نشاطنا هذه تذكرة بأبرز العنوين فتح باب التسجيل بالمرحلة الأولى لرغبات الطلاب الثانوية العامة اعتبارا من اليوم وحتى التاسع من الشهر الجاري مجموعة إكواس تضع تصورا عسكريا لتدخل في النيجر بعد فشل مساعي الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازون أوكرانيا تعلن نجاح قواتها في شن هجوم على سفينة حربية روسية بالبحر الأسود وبختام علمين الأخبار مشدين الترام نصر إلى ختام الرشاة الإخبارية للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت نايل دوت إي جي شكرا لكم وإلى اللقاء